كان من تونس الصادق السلمي كان مع الطاقم الأماراتي نبدأ باستعراض أبرز الحالات والمواقف التحكيمية خلال هذه المباراة مع الحالة الأولى يمكن أن يبدأ حالة مركبة لو نشاهد في البداية كانوا يطالبون فيها أول شيء نتكلم جزئية التسلل أو عدم وجود التسلل هذه طبعاً كانت جهة المساعدة الأول لحظة لعب الكرة واحدة من الحالات التي سهلت أن استغربت أنه لاعبين المريخ ممكن ثلاثة أربع عيبة كانوا يطالبون بحال تسلل اللعبة سليمة تمركز المهاجم لحظة تمريل الكرة من الزميل من الكرة وثاني آخر مدافع كان تمركز سليم المدافع مثل ما نشاهده والذي أقرب لمرماه وبالتالي لا وجود التسلل ماشي الحالة حتى الدخول هنا الدخول مع الحارس يصنف راحت هاي طبعاً هاي مش أنا يمكن الثاني اللي كان فيها اشتراك مع الحارس واحدة من الحالات المؤثرة سواء على سيل المبارأ أو على نتيجة المبارأ بعد ذلك اللي هي عدم احتساب الركل للجزاء كرة مشتركة بين حارس المريخ بالمنافسة أو التصرف بدون حذر هذا الدخول للكرة ما كان حذر الحارس المرمى وبالتالي أعاق تقدم المهاجم داخل منطقة الجزاء كان يجب هنا احتساب ركلة الجزاء اللي صالح اتحاد العاصمة يمكن حد يقول لنا مو متعمد تعمد شيء آخر شليناها هاي مو موجودة في القانون إلا في لمسات اليد فقط نشوف حالة أخرى في الدقيقة تقريباً واحد وعشرين هاي اللي بعد نفس الشيء كان فيه انفراد أيضاً كان فيه مطالبة من لعبين المريخ بالتسلل خلنا نتكلم عنها كجزئين جزء أول شيء هل هنا كان موجود تسلل لا وبعدين مدى أشهر طبعاً أشهر بطاقتين واحد كان معترض وواحد اشتراك للحارس لحظة التمرين من قبل الزميل واحد من الحالات السهلة تمركز مثالي من قبل ومساعد أول أيضاً سمح بإسرارية اللعب لا وجودة للتسلل الكرة المشتركة أيضاً نقدر نقولها نتصنف كالتهور فقط ما توصل ولا ترتقي أكثر من البطاقة الصفراء اللي أشهر فيها حكم مبالغ لو هاي مباشرة كانت على جسم اللاعب كنا نقول أنه تنتقل من البطاقة الصفراء الحملاء لكن تقدير الحكم أو تقدير أنه يتوافق مع تغذي الحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط فيه لاعب ثاني طبعاً على التراض التراض كان مبالغ وإشر له أيضاً البطاقة الصفراء حالد أخراج نأخذها معك نعم في الدقيقة تسعة وثلاثين هنا هدف اتحاد العاصمة أيضاً من قبل أو جهة المساعد الأول نتأكد أول شيء أن لا وجودة للتسلل واحدة من اللعبات أيضاً الدقيقة اللي محتاجة تركيز عالي من قبل أي مساعد مساعدنا الأول أيضاً كان متمركز وتركيزه كان عالي لاحظ المدافع اللي موجود تقريباً على خط المرمى هو اللي مغطي على المهاجم اللي راح يستلم الكرة وبالتالي كان موقف المهاجم سليم لحظة التمرير من قبل الزميل لا وجودة للتسلل حتى الكرة اللي كانت بعدين ما بعد ذلك المشتركة هاي لاحظ الاثنين اصطدام طبيعي ما وصل الحارس أصلاً للكرة بعدها ما وصل الاحتكاكات هاي طبيعية تعتبر طبيعية جداً في مجال تصنى في مجال التنافس على الكرة لو كان ماسك الكرة كنا بنقول أنه شاركها لكن بعدها ما وصل أصلاً لسلام كرة هذه الحالة بالضب أيضاً لاحظ هنا تقريباً أربع خمس لعبين كان يطالبون برك الجزاء أنا هنا بس النقطة والملاحظة الحكم الأخطاء اللي أنت تحسبها يجب ما تصنف أخطاء داخل المنطقة تختلف عن خارج المنطقة أنت طول ما أنك تحتسب أخطاء خارج المنطقة يجب أن إذا حثت داخل المنطقة يجب تحسبها دائماً نحن نتكلم لاحظ إعاقة المهاجم أو أي لاعب باستخدام اليد في الوجه هاي كلها مخالفة مع البطاقة صفراء أعاق لاحظ الكرة لو تجيب ليها في اللونغ حتى بشكل أوضح لو الصورة الأصلية الكرة أصلاً بعدها ما وصلت في متناول أو تنافع الكرة يعني ضربت جزاء طبعاً ركلت جزاء لاحظ لاحظ تصرف المدافع الكرة بعدها ما وصلت شو سوى كيف أعاق لاحظ استخدم إيده وعاق تقدم المهاجم أو الوصول للكرة وبالتالي كان يجب احتساب ركلت جزاء ثانية لصالح اتحاد العاصمة الجزائرية حالة أخرى في الدقيقة 92 وحدة من الحالات اللي إحنا ممكن كنا قاعدين فوق في القلاري اللي يمكن لكل قال أنه سبع ثمان لعبين في حالة تسلل وكيف ما تنحسب نعم ياريت لو يبناها أنت لو الفريق كامل في موقف تسلل الوقوف في موقف تسلل ترى مش مخالفة أي حد يوغا لاحظ الكرة راح تلمنو بس بوحمد هذه وايد دقيقة بالنسبة للحكا طرعا وأصعب حالي يعني ما شاء الله عليه قدر تعالي ما صعوبتها واحد نين ثلاث أربعة خمس ست لاعبين هنا التأني اللي دائما يقولون أو يمكن أخوان العزيز فريد دائما يكررها ويت أنسي دائما يذكر هاي الانتظار ومشاهدة ما يحدث بعد ذلك هنا لحظة التمرير لاحظ السبورت لايت على اللاعب اللي هو الوحيد اللي راح يكمل تركيز عالي من قبل المساعد الثاني تأنّى لاحظ من اللي راح نفس اللاعب اللي أصلا الوحيد اللي كان متمركز صحيحة وبالتالي واحدة يمكن من أجمل القرارات التحكمية اللي شاهدته خلال مباراة اليوم فعوبتنا عدد كبير يعني لازم أنت تنتظر أخي طارق اللي ما تشوف منه اللي بيستلم الكرة أو الكرة تروح لعند منه اللي راحت لللاعب اللي كان متمركز تمركز صحيح وبالتالي لا وجودة لأي تسلل برغم منه في البداية واحدة العولة كلنا قلنا نحن يمكن أي واحد منهم تختار صح وتسلل نعم هاي تقريبا أبرز الحالات أبرز الحالات التحكم اللي كانت مباراة اليوم مثلما قلت القرارين كانوا مؤثرين عدم احتساب ركتين جزاء والنقطة أيضا يمكن الإيجابية الحكم احتسابه للوقت بدل الضايع كان دقيق جدا الحارس تقريبا حالة سقوطة حارس مرخ كان تقريبا أخذ ثلاث دقائق ضاف عليهم أربع دقائق سبع دقائق كانوا تقريبا يعني أمي بالمئة الوقت اللي يستحق احتساب لها بدل الضايع نعم